تمتاز ولاية تيارت وبعض المناطق المجاورة لها بتوفرها على سلالة كباشرانب التي تعتبر من بين سلالات التي تحتل المرتبة الأولى بالجزائر غير أنها مهددة بالانقراض في موطنها نتابع مع ديار بن داود تعتبر سلالة الرامبي من بين سلالات الماشية التي تحتل المرتبة الأولى بالجزائر حيث تنافس سلالة لا جلال بقوة لما تشتهر به من ميزات خاصة كلونها الأرنبي والذي اشتق منه اسم الرامبي كما أنها تمتاز بالقوة ومقاومة لكافة الظروف الطبيعية تقاوم البرد تقاوم الجفاف وهي في روحة اتيروبي فسلالة الرامبي كانت ولازالت السلالة الرائدة بمنطقة تيارة ومجاورها غير أن المحافظة عليها أصبحت تتراجع من سنة لأخرى لجهل الكثيرين لهذه السلالة ممن عكس على تناقص مربيها وهو ما أصبح يهدد بانقراضها في الثمانينات كان الوالد الله يرحمه كان يحافظ على هذه السلالة ونحن من بينه نحافظ على هذه السلالة تدريجية إن شاء الله الدولة تدعم هذا الناس بحافظ السلالات الجزائر بصفة عامة والرامبي الحمراء الدمان تعظمية أولى جلالة للإشارة أن الجزائر تمتاز بأنواع كثيرة من سلالات الأغنام وهي بحاجة للاهتمام من أجل ضمان استمراريتها في ذل الاهتمام الحالي بسلالة واحدة في حين كان من المفروض تشجيع المربين الذين لا زالوا يواصلون مسيرة الحفاظ على السلالات الجزائرية والنادرة عبر العالم